وللتعليق على هذه الاجتماعات والتحديات التي تواجهها الأمم المتحدة بشأن التعينات نستمع من العاصمة تونسية لخبير في شؤون الليبية غازي معلة وحوره الزملاء في داعة البحر الأبيض المتوسط الدولي ميديان قد من الأصول إلى يتيجة قبل يوم خمسة سنين يعني قد أقل من أسبوع أو من تاريخ اليوم وهذا الوقت قصير والضغط سيكون كبير وكبير جدا وبالتالي العملية صعبة ومعقدة العملية ليست مستحيلة ولكن صعبة وصعبة جدا إذا ما وفقت الممتحدة في عملية التصريح وأفز التصريح أثناء واضحة ولا نبسة عليها ولا جدال حولها للوصول إلى السلطة سنمر إلى القرار الدولي لأن السرعية التي يتمتع بها السيد فاي السرازي حاليا والحاكم الفائل الإيجيدي حاليا شرعيا هي السرعية الممتحدة وسرعية مدس الأمن وبالتالي لابد أن ندرس الأمن أن يعدي شرعية جديدة لهذا المدس الرئاسي وهذه التركيبة الحكومية الجديدة والتالي سننتظر أيضا مرحلة أخرى ومرحلات مدس الأمن وكيف سيكون النقاش وخاصة نعلم جيدا أن هناك الآن تواجد في روسيا عن الأرض في ليبيا وهذا سيئل أيضا للمعادلة وهذا هو الأمر الموضوع لأنه إيجاد حكومة واحدة وطنية الآن في ليبيا الهدف الأساسي منها هو نوحية المؤسسات الأطولة التي خبتها ولكن المجتمع الدولي يحرص خاصة أمريكا والأوروبية الغربية على أن تخلص كل هذه الطواق الأجنبية سواء كوركيا أو روسيا أو مرتزقة ترجمة نانسي قنقر